وجاء العيد على بلد جريح ككل أعياد الحروب أعياد جرحت فرحتها الحاجة وضيق ذات اليد وانعدام الطمأنينة هذا إن كانت قد نجت أصلا من غياب الأحبة الذين توزعهم الفقد بين قتيل وشريد ومختطف ومريض لكن أنا لمأساة اليمني أن تتوقف هنا ففي المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لم تترك هذه الأخيرة مناسبة إنسانية أو دينية دون أن تحيلها إلى غصة تملأ القلوب قهرا في اللحظة التي كان اليمنيون يرقبون مع بقية المسلمين في شتى بقاع الأرض هلال عيد الفطر المبارك وبعد أن أعلنت الحكومة الشرعية ومعظم الأقطار العربية المجاورة لليمن يوم الثلاثاء كأول أيام هذا العيد فاجأت الميليشيا المواطنين القابعين تحت سلطة قهرها بمخالفة الجميع لتعلن أن الأربعاء هو أول أيام هذا العيد الجريح انقسمت البلاد لأول مرة في تاريخها في العيد تبعا للانقسام السياسي الذي فرضه الانقلاد انقسم الحال مدينة بمدينة وقرية بقرية وحيا بحي وربما بيتا ببيت بين عيد أطلق فيه أطفال المناطق المحررة والخارجة عن سلطة الميليشيا ضحكاتهم فيه وتلمسوا ما تيسر من البهجة واحتشد الناس لصلاة العيد في تعز ومأرب وعدن وكل المحافظات المحررة وبين قهر يلوك قلوب ملايين الأطفال وذويهم القابعين تحت سلطة قهر الميليشيا الحوثية التي ارتأت تأجيله نكاية سياسية لا أكثر عيد اليمنيين ممن هم خارج البلاد أيضا كان مشروخا فأن للفرحة أن تكتمل وهم يعلمون أن ثمة أهلا لهم في الداخل يتهامسون مع أطفالهم عن عيد محرم عليهم ملأ اليمنيون مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التندر والسخرية من واقع هذا الحال المتناقض الذي فرضته الميليشيا على الناس تلك السخرية المريرة التي يلجأ إليها أي مجتمع كسلاح أخير بعد أن يكون قد فقد القدرة على استخدام كافة أدوات الرد والرفض الطبيعية